بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مهندسين البي ام اس إن شاء الله في المحاضرة التلاتاشر هنبدأ نشوف علاقة البي ام اس بالأنظمة الكهربية معظم شغل البي ام اس مع الكهرباء أو أنظمة الكهرباء بيكون مراقبة يعني أنا بحتاج ليه ديجيتال بحتاج ليه ديجيتال امبوت المعلومة دي مهمة جدا يبقى معظم المحاضرات اللي نبدأ نشتغل عليها في أنظمة الكهرباء هناخد مكونات كتير زي الرنج من يونت والمحاولات هنبدأ نعرف إن معظم الشغل من خلال البي ام اس على الجزء الكهرباء بيكون مراقبة فبالتالي أنا بحتاج إلى ديجيتال امبوت طيب إيه المكاون اللي نشتغل اليه النهار ده بش مهندس هنشتغل على الار ام يوز الار ام يو دي مهمة جدا بنسميها رينج مين يونت رينج مين يونت من أهم المكونات اللي موجودة في الأنظمة الكهربية تمام الرينج مين يونت أو وحدة الربط الحلقي هي عبارة عن وحدة بيدخلها أخواننا من السبستيشن دخلها خط امبوت يروح داخله على الكيوبيكل أو المستطيل اللي هو الامبوت وياخد بعد كده منها ويروح رايح لأوتبوت رايح للار ام يو اللي بعدها وبياخد منها طرف يروح مدخل على مين مدخل على الترانسورمر بتاعنا يبقى هي عبارة عن وحدة ربط تمام بستخدمها عشان أركب عليها المحاولات هتلاقي دايما في الشوارع تلاقي ار ام يوز معاها الجزء بتاع المحاول بتبقى تزاي اهو داخل عندي ادي الامبوت جاي من السبستيشن يدخل على الامبوت وبعد كده يروح يطلع على الاوتب تروح للار ام يو التانية واخد منها ادي المحاول الاولاني مثلا ترانسورمر واحد وبعدين خدت الخط دا رايح على الار ام يو اتنين دا ام بوت برضو خليه الدخول وبعد كده روح واخد منها على الار ام يو اللي بعدها وبعد كده روح رايح على ترانسورمر اتنين وهكذا الى ان انتهي باخر ترانسورمر مع اخر ار ام يو وارجع لمين ليه السبستيشن طيب في الار ام يو احنا ممكن نرائب ايه انا عايز ارائب هل الخلية دي او الار ام يو شغالة ولا لأ يبقى انا عايز on و off status تمام الحالة التانية هل الخلية دي او الار ام يو فيها مشكلة ولا شغالة كويس فانا هحتاج fault status يبقى انا عندي هنا هاخد تلات اشارات ال on status حالة ال on والoff status والtrip fault انا عايز اشوف دايما شغالة مش شغالة دي باخد trip على fault status تمام في بعض الاماكن طبعا هتلاقيه موصل عليها كمان اجهزة لقراءة الجهد voltage وقراءة التيارات current المختلفة وقراءة التردد الخاص بالخلية طبعا ده بيتم عن طريق قياس تمام او تركيب اجهزة قياس للوحدة دي وبالتالي بيتم اتصالها برضو باستخدام ال rs485 ويبستخدم معاها protocol mode بس يبقى احنا النهاردة بدأنا ندخل في اول تطبيق في ال bms اللي هو ال rmu تاني ال rmu ring main unit ring main unit ال ring main unit ليها تلات اطراف طرف input وطرف output وطرف يدخل على المحول انا ك bms عايز اعرف هل هي on ولا off وسانيا هل في عندها مشكلة ولا لأ وبالتالي هي دي كل النقاط اللي انا بقدر استخدمها مع انظمة ال rmu في ال bms واشوفكم في فيديوهات تانية كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته